وهو الأمر المتعلق بجماهير النادي الأهلي هذه الجماهير العظيمة اللي كل يوم عن الآخر بتقدم بجد ما يؤكد أنها الدر والحمى لكيان النادي الأهلي هذه الجماهير العظيمة اللي لا يمكن أن تقبل أي خروج عن النص بالنسبة للنادي الأهلي والجماهير عارفة كويس جدا في مرحلة ما لو أنت عندك ملفات بتنجزها أو بتخلصها سواء نجحت فيها أو لم توفق فيها بتقفل الصفحة وبتبص على اللي جاي ملف التجديد وملف اللاعبين خلاص قصة وانتهت نبدأ نفكر في الفترة الجاية الفترة الجاية إزاي ممكن نستعد لاستيناف المباريات الفترة الجاية إزاي إن شاء الله الجهاز الفاني يكون في حالة استقرار عشان المرحية نقفل كل الملفات السابقة أي حد عايز ياخدنا في الإطار ده بالنسبة لنا الإطار ده مقفول انتهى خلاص بنبص للمستقبل فالجماهير العظيمة دي أي أن كان الشخص اللي ممكن يتكلم أو يصير فتنة أو يتكلم في أمره ما يغضب أو يعمل أزمة الجمهور عارف كويس جدا مصلحة النادي الأهلي فين فبيحط المعاري الأساسي إن الأهلي فوق الجميع وبيبص للمستقبل ودايما بيحط الأهلي في إطار إن النادي الكبير ده حتى لو البعض بيحاول إن هو ينال منه في معلومة في رأي وفي وجهة نظر الناس بتبع عارفة كويس جدا المعلومة والرأي والوجهة النظر إمتى تبقى إيجابية وفي صالح الكيان وفي صالح النادي وإمتى بتبقى المصلحة شخصية فالناس بتعرف تفلتر وتعرف ميل بيتكلم للمصلحة العامة ومين بيتكلم للمصلحة الشخصية او المفروض ما يتكلمش في بعض الامور اللي هي علاقة بالشأن الداخلي بالنسبة لي المرحلة اللي جاية بجد هنيئا للنادي القالي الجماهير العظيمة اللي كل حالة هنأكد على هذا الامر لان الجماهير العظيمة دي بتدرب المثل والقضوة في انك ازاي تحافظ على استقرار النادي ازاي تحافظ على مبادئ وقيم النادي وازاي تساعد برؤية محترمة ورؤية ايجابية لكي نتخطى المرحلة الحالية واللي ده بالتأكيد احنا كدورنا الاعلامي هنقشوا في فقرات النهاردة من برنامج الاهل ليلة